منذ تهجيرهم القسري من منازلهم قبل ثمان سنوات من جراء تداعيات الحرب على تنظيم داعش لا يزال آلاف النازحين العراقيين ممنوعين من العودة إلى مدنهم دون بيان أسباب المنع من قبل الجهات الحكومية نحو 37500 عائلة نازحة في المخيمات المنتشرة وسط وشمالي العراق يعانون مرارة العيش آملين بعودة قريبة إلى منازلهم وما يثير الاستغراب هو أن هذه العائلات ليس عليها أي مؤشرات أمنية بحسب تأكيد وزارة الهجرة والمهجرين الحالية التي اكتفت بتبرير استمرار حبس النازحين في مخيمات سيئة معيشيا بالقول إن إنهاء المشاكل السياسية والأمنية التي تمنع إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية أمر يصعب تحقيقه في الوقت الراهن اعتراف قد يميط لثام عن السبب الحقيقي لبقاء النازحين والمهجرين في المخيمات ألا وهو الدافع السياسي إلى جانب أسباب أخرى مثل بقاء المنازل المهدمة على حالها دون إعمار ومخاوف من الخلافات العشائرية وعمليات الثأر وعدم تخصيص مبالغ مالية مجزية تشجع النازحين على العودة الطوعية عوامل عديدة تتحمل السلطات الحكومية مسؤولية توضيحها للرأي العام لكن الصمت الحكومي هو العنوان لمعاناة إنسانية طالت لسنوات واستغلت للدعايات الانتخابية وللمزايدات السياسية فيما لا تزال علامات الاستفهام حاضرة بشأن عدم إنهاء ملف النازحين والتقصير الحكومي تجاهه مئات الآلاف من النازحين ينحدرون من مناطق جرف الصخر والعويسات والرمادي والموصل ومدن محافظتي صلاح الدين وديالا وغيرها أفرغت من سكانها لتسيطر عليها الميليشيات الموالية لإيران منذ سنوات وتحولها إلى ثكنات عسكرية لتنفيذ عملياتها فيما لا توجد إلى الآن أي بوادرة لإعادة السكان إلى مناطقهم ليبقى ملف النزوح مفتوحا تقلب الأطراف السياسية النافذة صفحاته دون أن تحرك ساكنا لحسمه